في هذا الفيديو سأقدم لك نصائح للتخلص من آلام أسفل الظهر إلى الأبد أولاً التمدد نعم، إنها طريقة بسيطة وشائعة ولكنها طبياً تعتبر أفضل طريقة للتخلص من أي نوع من آلام الظهر عليك أن تتمدد على أرض صلبة ومستوية لمدة عشرين دقيقة من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً كحد أدنى وستلاحظ أن هذا التمرين قد ساعدك كثيراً ولكن إذا كنت تعاني من أي مرض أو ضرر في عمودك الفقري مثل عدم قدرتك على الوقوف على عمودك الفقري فمن الأفضل أن تستشير الطبيب قبل أن تقوم بهذا التمرين ثانياً يجب عليك إجراء فحص الدم ومعرفة مستوى فيتامين دال والكالسيوم في جسمك إذا كانت منخفضة فيجب عليك موازنة ذلك وبعد ذلك ستلاحظ أن آلام ظهرك سوف تبدأ تتلاشى في غضون يومين إلى ثلاثة أيام من تناول الدواء ثالثاً إذا كان وزنك مرتفعاً ولديك دهون زائدة فعليك ممارسة الرياضة وتقليل الدهون رابعاً يجب أن يكون لديك هضم جيد لماذا؟ لأنه إذا كان الهضم جيداً فسوف يمتص جسمك جميع المعادن المطلوبة من الطعام الذي تتناوله سيساعدك تناول الفيتامينات والمعادن الجيدة أيضاً على تحقيق التوازن بين العظام والمفاصل والفقرات لذلك إذا اتبعت كل هذه النصائح واعتنيت بجسمك والجهاز الهضمي فلن تعاني من أي آلام في الظهر بعد الآن ترجمة نانسي قنقر